ازاي ايوكا عاملين ايه وحشتوني جدا جدا فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوس اللاهلوبة يومنا النهاردة هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله فيديو النهاردة بإذن الله هنعمل فيه طريقة عمل الخبيزة وكمان هنعرف ازاي بين فرزة هنجينا في الفليزر تول السنة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم الخبيزة دي اللي كنت جايبها معاكم في فيديو مشارهات السوق بتاع الفيديو اللي فات كنت جايبة ربطة الخبيزة دي بجنيه جبت اربع روبط ان شاء الله نفرزهم مع بعض النهاردة وهقولكم الخبيزة بيتحط لها ايه في ناس بتحط لها سل وفي ناس بيتحط لها شبت وفي ناس بتحط لها شبت وكزبرة وفي ناس بتحط لها شبت وكزبرة بس انا بحب لها الشبت والكزبرة بس طبعا الكزبرة بتكون اكتر من الشبت يعني أنا أحط هنا ربطتين كصبرة معهم ربطة شبت واحدة بس والكصبرة بتتأرطف زي ما أنتوا شايفين كده زي كأيني بأرطف ملوخية بالظبط ونفس الكلام الخبيزة برضو بأرطفها بأخد الأوراق بتاعتها كأيني بالظبط بعمل ملوخية هي بيكون لها مزاق تاني غير الملوخية نهائي لها مزاق تاني خالص فأنا هنأرطفها بالشكل ده لو أنت حابة لونها بيكون أخضر قوي زي خضر الملوخية كده أنت بتضيف لها سلق ده اللي بيفرق معها بس السلق في اللون فقط أما الطعم فهو أساسها الكصبرة والخبيزة لكن الشبت بيديها برضو ناكها حلوة شوية فأنا هضيف شوية من الشبت بس مش هضيف شبت كتير يعني ربطة شبت معها ربطتين الكصبرة مع ربطة من الخبيزة طبعا عشان هنتبخ منها شوية النهاردة وعرفكم إزاي بتطبخ وكمان هنعرف إزاي بنشيلها في الفليزر ونحتفظ بيها طول السنة إن شاء الله عشان بقى رمضان داخل علينا وهنحتاج كمان خضر كتير وتفرزات كتير وكده طبعا الورقة اللي بيكون صفرة زي كده احنا مش بنحطها بناخد الورقة الخضرة فقط وبنقرطفها زي الملوخية كده وبعد ما نقرطفها ونخلصها هنرجع لكم هنعمل إيه بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هنغسلها بقى كويس جدا أهم حاجة طبعا فيها الغسيج الغسل كويس جدا لأن الخضر ده إنه تبقى ورق والورق بتاعها بيبقى زي الوردة كده فبيكون فيه طينة فايدة لازم يتغسل كويس جدا حاجة كبيرة بقى كده واسعة وهنحط فيها ميا كتير وهنغسل بقى دينا كويس جدا وبعد كده هنصفي بمصفة مش هنصفي مرة واحدة يعني متشيلش الحلة وتكبيها لأ شيل الورقة ورقة ورقة علشان الطينة والتراب يروأوا تحت في الميا وبعد كده نكب الميا ونغسل الإناء اللي غسلنا فيه ونحطها تاني اغسل بقى على قد ما تقدري يعني ممكن تغسلها أربع مرات خمس مرات زي ما انت عايزة أهم حاجة الميا ترق معك خالص والميا وانت بتكبيها تكون نظيفة مفهاش تينا ولا فيها ولا معكرة ولا أي حاجة هكل شوية هنصفي الميا اللي مش نظيفة ونشيل الأوراق بتاعتها نحطها في المصفة ونرجع نحطها تاني اخر غسلة بقى خالص يعني اخر مرة لما تلاقي الميا نضيفة خالص هتسيبها في ميا كده حوالي 10 دقايق بشوية تخلي صغيرين بس كده هنسيبها 10 دقايق بس وبعد كده هنشتفها من الميا بتاعتها المخل دي بميا برضو من الحنفية ونسيبها في المصفة الصفة شوية وبعد كده هنشوف هنعمل ايه على النار بعد ما تصفت في المصفة انا حطيت هنا حالتين الحل اللي هطبخ فيها والحل اللي هفرز فيها اول حاجة انا حطيت هنا حوالي 3-4 كوبات من الشربة في الحلال الكبيرة هسيبهم عندهم النار هم خلاص دخلوا على غليان هنزل بقى بالخبزة بتاعتي والخضرة اللي انا مقارطفاها الشابة والكزبرة في ناس بتحط لها سلق عايزة تحطي سلق فيها ده بيزود بس بيخلي اللون بتاعها اغضر اغضر كده زي خضران الملوخية لكن هي طريقة الخبزة الاصلي هي شابة الكزبرة والخبزة فقط وهتتصفى بقى دلوقتي معي وهتبقى حبق ليلي هسيبها في الشربة كده وهغطي النار وهغطي عليها الحلة وهسيبها على النار حوالي بالزبط 4 دقيق او 5 دقيق الحلة التانية على النار برضو انا حطى فيها حبة شربة انت كده ايه كأنك بتطبخ الخبزة بقى من اول خالص هتحطي حلة على النار فيها شربة وهتحطي معاها معلقتين من الرز يعني حوالي كده 3 كوبايات من الشربة او كوبايتين من الشربة معاهم ايه معلقتين رز الرز ده مخصول ومتنشف في قلب علبة حطيت منه كده معلقتين كبار مع حوالي كوبايتين شربة او كوبايتين ونص شربة هسيبهم على النار لما الرز يستوي ولما الخبزة بتاعت دي تستوي في الشربة هرجع اقول لكم ايه هنعمل ايه فيه ناس ممكن تخرط الخبزة انا كنت بخرطها برضو ساعات كتير بخرطها وبعد كده بنزل فيها على طول على الشربة الشربة اللي فيها الرز المسلو هنا الخبزة بتاعت استويت ونزلت ميتها مع الشربة طبعا ولا الشربة ولا المية بتاعتها هتتصفها نهائي هنستخدم المية اللي نزلة منها دي وهنستخدم كمان الشربة اللي فيها دي في التفريز تمام في التفريز او في الطبخ يعني لو هتطبخيها هتضربها بقى في الكب على طول وبعد كده هقول لك هنعمل فيها ايه طبعا لو هتفرزيها نفس الكلام هتضربها في الكبة وهتعبي في الأكياس على طول هتضربها بقى في الكبة وزي ما قلتلك ممكن ان انت تخرطيها بالمخرطة لو انت ما عندكش الكبة هتخرطيها بالمخرطة أهم حاجة تكون ما تكونش زي العصير تكون خرط حتت كده زي الملوخية ما تكونش عصير ما تكونش خالص نعم خالص عايزنا حتت كده فيها حتت صغيرة زي الملوخية بالزبط فانت ممكن تخرطيها بالمخرطة وتنزلي بها في الشرب على طول وتقلي بها على النار لما تغلب وبعد كتعب بقى في الاكياس لو انت هتفرزيها. لو انت هتطبخيها برضو هتخرطيها بالمخرطة هي والخضرة. واول ما الرز يستوي في الشرب هتنزلي بيه بالخبزة اللي انت مخرطوها مع الخضرة بتاعتها. هنا الرزة عندي استوى. وانا ضرطت الخبزة في في الكبه بتاعتي. هنزل بقى بشوية صغرين. انا هعمل طبق بس عشان بس اواريكم الطريقة بتاعتها. انا عندي اكل بس هعمل جنبيل طبق ده عشان بس ايه اواريكم طريقتها بس. انا حطيت بقى هنا بعد رز ما استوى حطيت هنا شوية من الخبزة طبعا على حسب بقى القوامل انت عايزة. عايزة تقطري وترجعي تزوجي شربة عايزها تقيلة عايزها خفة زي ما انت عايزة. يعني لو جات الخبزة معاك كتيرة بعد ما حطيتي زودي كبشتين شربة جات معاك خفيفة زودي حبيت خبزة زي ما انت عايزة. وزي القوامل اللي تحبي. انا حطيت هنا بس ايه كزبرة جفة وحطيت حبيت كمون وحابة فلفل اسود. التلاتة دول انا بطحنهم على بعض على طول ومخليهم في مرتبط كده فانا حطيت منهم معلقة صغيرة. وهضيف كمان مكعب مرأة الدجاج ده اختيار اللي يحب بس هو بيدي آآ نكا حلو في في الطبيخ يعني بحب اضيف مكعب مرأة الدجاجة على طول. حطيت مكعب الماجي مع التوابل والرز استوى والخضرة وكل ده على النار. كده فضل لها حاجة واحدة بس هنعملها بس بعد ما تغلي معايا غلوة كده في الخضار والرز والتوابل. هشيلها بقى وبعد كده هعمل لها التشرة بتاعتها زي الملوخية بالزلط. حطيت نصة صغيرة على النار وفيها نص معلقة من السمنة حسب مادة دهنية اللي انت بتحبيها وبتفضليها. آآ سمنة بلا دي سمنة اللي تحبيها او حب الزيت زي ما انت عايز. هنحمر فيها حوالي كده معلقة كبيرة من التوم المفروم. انا ده التوم ده بكزبرة جفة. زي بالزبط بالزبط تشرة الملوخية. بس طبعا هي بيكون لها طعم ومزق تاني غير الملوخية خالص. الطعم بتاعها كده بيكون شبيه بالسبانخ شوية. لكن طعمها غير الملوخية خالص يعني. عشان ما فيس ما حدش يقول ايه لأ ده احنا نجيبها ارخص بقى من الملوخية ونعملها لأ. هي لها طعم تاني ويكون طعمها برضو حلو جدا جدا. خلاص هي كده غلت آآ معايا هشيلها بقى من على النار. هتطلعت تشرة واشيلها من على النار. كده خلاص الخبزة جهزة معينا. عابي بقى بقية الكمية بتاعتك كده في الكياس. علشان بقى نشيلها كده ان شاء الله لو عملنا طبقة كده في رمضان بازن الله جنب محشي بقى جنب اي خضار. بيبقى حاجة خاضرة كده آآ غير طبعا الطبيق اللي هو بقى في تسبيكة او طماطم او كده. لأ ممكن تعمليه بيكون حاجة خفيفة بتكون خفيفة وحلوة زي الباميالويكة زي الملوخية. الحاجات اللي ما بيكونش فيها تسبيكة وطماطم وكلام من ده بتكون خفيفة شوي. هي بتكون خفيفة على المعدة وحلوة جدا. عابي بقى بقية الكمية بتاعتي عملت منها يا مهل الاربع روبط. عملت منهم الكمية اللي انا عملتها دي. وعملت منهم كمان تلات اكياز زي ما انتم شايفين. يعني انا بعمل الربط على مرة. ما تكترش فيها. وطبعا حسب كميتك بقى وزي ما انت عايزة. عايزة تكتري عايزة تعملي الاربع روبط مرة واحدة. عايزة تعمليهم اكياز اقل من كده زي ما انت عايزة. وعلى حسب بقى عدد افراد اسرتك. والكميات اللي انت عايزة. هنعبيها كده وهنشيلها في الفليزر. تقعد معاكي سنة. واول ما تطلعيها بتطلعي الكيس. يفك براحته. وبعد كده بتحطي حلة على النار. فيها الشربة زي ما قلت لك. وفيها الرز. يستوي على النار. وبعد كده تنزيل بيهم بكيس الخبيزة اللي احنا شايلون ده بتحطيه في قلب الرز اللي تستوي بالشربة. وبعد آآ غلوتين تلاتة. بتزبطي التوابل والملح بتاعك. وبعد كده بتعمل لها تشية التوم. وتكون جاهزة معاكي. هو ده بيكون لون الخبيزة. اللون بتاعها مش بيكون اخضر زي الملوخية. لو انت حباها خضر او زي الملوخية. في ناس زي ما قلت لكم. بتضيف لها سل. لكن انا مش لا عايزة تلكوه بقى على ريحة والجمال. رحيتها طحفة. وطعمها طحفة. يا رب الفيديو النهاردة بقى يكون عجبكم. لو عجبكم بقى احط لي لايك للفيديو ده. علشان يوصل الناس كتير. لو انت لسة جديدة. واول مرة تزور القناة. نسع على كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو. فعل الجرس على كلمة الكل. هيوصل لك اشعار بكل فيديو جديد بنزله بامر الله. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.